عربية لغتي وفصحة والأمر لا يحتاج شرحا عربية لغتي وفصحة والأمر لا يحتاج شرحا ألقت بها الأحكام ليلا فإذا هي الأيام صبحا الدرس الخامس صفحة رقم اثنين وأربعين كتاب لجربك تكلم العربية جلية ستوب لجران كلمة هلمان إمباد بلدوا اليوم إن شاء الله سندرس الأمنية انتظرنا أهلا بكم بجيما نكام بلاند لنبحث عربي جادي أوران حفل القرآن تقول أمنيتي 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 معناها أمنيتي تؤرطنيا طيب ما السؤال للأمنية أبابرطنيا أن أنت تأتو تقول ما أمنيتك ما أمنيتك للمذكر وما أمنيتك للمؤنث أبا شتا شتا تأتو أنت لك لك دان أبا شتا 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 تأتو أنت برمبوان ما أمنيتك يا محمد أبا شتا تأتو يا محمد الجواب الجواب جوابنيا أمنيتي أن أكون أستاذا جادي جورو أمنيتي أن أكون طبيبا جادي دكتور أمنيتي أن أكون مهندسا أمنيتي أن أكون عالما طيب الآن السؤال ما أمنيتك يا فاطمة الجواب أمنيتي أن أكون حافظة للقرآن تتا تتا سيا من جادي حافظة إن شاء الله ما جايم أنا كتاب لن دا لن بحث عرب سيا مو من جادي أرن علماء فقه مثال كان أتو أرن علماء حديث قل بلن أمنيتي أن أكون فقيها 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 إتو أرطني أرن أهل فقه أتو أرن علماء فقه أمنيتي أن أكون محادثا محادثا بو كان مهندسا كلاو مهندسا كنت ركتور كلاو محادثا إتو أرن أهل حديث سبريتي الإمام البخاري مثلا محادث أبرارتي أمنيتي أن أكون محادثا من جادي أرن أهل حديث أتو أرن علماء حديث أمنيتي أن أكون مفسرا مفسرا أرن أهل تفسير علماء تفسير نعم يا مفسر مفسر سبرتي ابن كفير إذن مرة أخرى سكالي لقي ما أمنيتك وما أمنيتك الجواب أمنيتي أن أكون أستاذا حرس بارتئيني لا يبد أن تقول مثل هذا أمنيتي شنط شنط سيا أن أكون أن أكون أرتني من جادي أن أكون بعد ذلك طبيبا أستاذا فقيها حافظا محدثا مفسرا هذا للمذكر إذن أن تقول لك لكي لو للمؤنث أمنيتي أن أكون سواء ساماء لكن بعد ذلك بالتاء المربوطة تبيست لها نياد أنتاء مربوطة محدثة فقيهة مفسرة أستاذة معلمة طبيبة وهكذا وهذا هو درس الأمنية شكرا لكم وإلى اللقاء